إجراءات أمنية مشددة حول مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية وإغلاق للمتاجر في محيطها حيث عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سلمة بهجة والتي حدثت على بعد خطوات من هذا المكان قبل نحو ثلاثة أسابيع القاضي استمع إلى طلبات الدفاع في بداية الجلسة والذي طلب بضم أوراق وتقارير علاج النفسي كان يتلقاه المتهم في مصحة النفسية منذ ثلاث سنوات هذه الجريمة هزت الرأي العام لا يرتكبها سوي وإذا ارتكبها متهم وهو بكام القوى العقلية يستحق عقوبة الإعدام جزاء وفاقا ونحن لا ندافع عن جريمة ولكن نعرض أمام المحكمة ما يشاء من طلبات نرى أنها في الإطار الصحيح للقانون قرار المحكمة كانت تأجيلة حتى السادس من سبتمبر حيث وفقت على طلب الدفاع ومن المنتظر أن تستمع إلى مرافعته بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة ومرافعة محامل مغدورة ممكن مرض نفسي عابر ومالوش أي تأثير على الإدراك أو الفهم أو التصرفات فتقريبا هي تأجلت ساعدتك والقرار كان حضوري تأجل بعد باكر لضم الأوراق والأوراق العلاق بتاعته والدكتور المعالج فقاله الدكتور توفى هي بالدكتور المساعد بتاعه الحكم بإعدام قاتل فتاة المنصورة لم يكن رادعا كافيا للمتهم في هذه القضية حيث تكررت الجريمة عشية جلسة المحاكمة للمرة الثالثة ولكن في محافظة المنوفية الأمر الذي يثير القلق لدى الرأي العام بشأن هذه الجرائم وتكرارها تامر نصرة الحدث الزقازيق محافظة الشرقية